اكيد الاعصاب اشتفل في مقال العمل في الخبر على الاعصاب اكيد الفوز كنت توقع لا بالتأكيد لا كنت توقع على الاقل العدو بنتيجة التعادل كنت اتمنى ان نعود بنتيجة التعادل على الاقل لعدة اعتبارات لانه الامر يتعلق بمباراة فاصلة منتخب كاميروني قوي اكيد ليس نفس المنتخب كاميروني في سنة الماضية لكنه يبقى عنده منتخب متماسك وعنده نجوم قادر يصنع الفرق في اي لحظة يلعب بارضه ملعب جابو مولو اننا لعبنا فيه ثلاث مباراة في نهاية كاس امام افريقية تعودنا له ولكن كانت هناك عدة عوامل سبقت هذا الموعد الجزائر خرجت من الدور الاول الكاميروني اكيد لم يتوج بالكاس لكن انهى البطولة يعني كاس امام افريقية في المركز ثالث وعاد طريقة التي انهى ثلاثية امام الخاصة 3-0 وعاد 3-3 ولكن حتى لو انه غير المدر بكونسيسا وصالوا مشاكل في الاتحاد الكاميروني اه صبور ايطو تحدى وزير الرياضة الكاميروني كل هالاشياء كانت ممكن تصب في منتخب في صالح المنتخب الجزائي لكن ان نعود بانتصار ونحن يعني كالجزائي اللمي كالمنتخب الجزائي لم ندفذ على الكاميرون في سبعة مباراة رسمية يعني كنت نقول على الاقل نحق تعادل او نعود باخف الاضرار يضمن لنا التأهل في لقاء الاياب المفاجأة اللولة اننا فوزنا اكيد المفاجأة التانية هي خطة المدرب جمال بالماضي اعتقد انه في حصة سابقة قلنا بلي المفاتيح الفوز هي بيد جمال بالماضي قلنا اكيد انه صدمة الخروج من كاس امام افريقية كانت كبيرة كبيرة جدا بين نهائية كاس امام افريقي وبين المباراة الفاصلة اعتقد انه المدرب عاود راجع اوراقه كنا نقول بلي ستنجويا ستنطنر اكيد باسيوني واكيد ما حش يخلي حاجة يعني لها زعب صدفة نعم والاكيد انه في المنتخب الجزائي الي يماثبت انه كيكون تحت ضغط شديد يعاودي ولي ذلك المنتخب لي اخداء صيفة المحارب في النهاية اه الفوز يعني كنت تخلموا بلغة الارقام تكلمنا على هذه المباراة من هزيمة لو انه في نظري ليست معيار على اننا كنا اقوياء كان فيها عدة مباريات اه جزنا فيها اقوتي تعادلات من المنتخبات ضعيفة ربما هذه غلطت المنتخب الوطني غلطت المدرب الوطني كنا نعتقد اننا اقوياء لكن ما حدث في كاس امام افريقية اه نقدر اسمها ربا ضرة النافعة خادمت المنتخب الجزائري في تصفية تكاسر العالم واه اه اكدت لللاعبين وللمدرب الوطني حتى الجمال الجزائرية اننا لسنا بالضرورة اقوية ونحن لم نخسر في خبز هذه المباراة لذلك اليوم شفنا منتخب جزائري اللي تعودنا عليه في كاس امام افريقيا الف انتين وتسعة عشر عندما تنقل مصر ولم يكن من بين المرشحين